من ضمن الاسئلة ايه حكاية الشباب اللي كله ماسك في عمل البنوك الحقيقة ده من ضمن الحاجات اللي فيه كتير كتير جدا من الشباب فعليا بيبقى عنده امل وحلم ان هو يشتغل في البنك لانه شايف ناس لابسة بيدا لانه شايف ناس اه ماشية بالبدلة وانا بنك كزا ومتصور بالبدلة فبيهيق ليه ان الناس سعيدة او ان الناس بتاخد مرتبات عالية جدا رغم انه فيه ناس بتشتغل على الفكرة فيه شركات تانية ربما ليس في عمل البنوك في حاجات تانية استثمارية او مجال الاغذاء او او والراتب بيكون بالنسباله مختلف تماما وربما اعلى بكتير من مجالات البنوك فهي مجرد او مجرد انه الناس شايفة انه دول ده او ده افضل حاجة ممكنة فتمام يعني ولكن احنا بنحاول نقنع الناس انه يا جماعة فيه ناس بتشغل في الفروع مش مبسوطة كتير والناس كتيرة جدا من شغلين فيه البنوك مش صوعداء علشان شايفين انه العمل مجهد او ان العمل بدون استمرارية او مش بيطلع الطاقة بتاعتهم او كل اللي بيعملوا انه بيعمل وصائق وبيعد فلوس فضعوا ده وده في الاعتبار ونصحت للناس قدموا في اي حاجة المتاح ادخلوه اشتغلوا بيه والله ولكن لا تقارن نفسك بالاخرين وده اهم حاجة ولا تفتكر ان الشخص اللي بينزل على الانترنت صورته بالبدلة وبتاع البنك وشغل في بنك كزا انه سعيد لانه في النهاية ده مش بيكون متاح وربنا وفاقك واهتبلكوا اللي خير باسم الله